السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين على قناة الدكتور عمر خليل على اليوتيوب وفيديو جديد وحنتكلم عن الفيديو ده عن فيتامين مهم جدا للصحة هو فيتامين مهم لصحة العيون وصحة الجهاز المناعي الفيديو ده هتكلم عن أهميته وعن بيلاقي الفيتامين ده فين فيتامين ألف أو فيتامين إي واحد من أهم الفيتامينات صراحة اللي بيلعب دور كبير جدا في دعم الرؤية وتقوية جهاز المناعة وبيحافظ على صحة القلب والرئتين بالإضافة إلى دوره المهم في النمو والتطور بشكل كبير أو بشكل عام عند الأطفال كذلك فيتامين ألف بيساعد كمان على رؤية الطيف الكامل من الضوء هو اللي لي أثر كبير في أنك تشوف النور بألوانه المختلفة وبساعد في إنتاج الأصباغ في الشبكية وكمان بساعد على الرؤية بوضوح فيتامين ألف بيحافظ على ترطيب العين ويمنع الجفاف طيب أنا فيتامين ألف أو الفيتامين إيه بيلاقيه فين؟ صراحة موجود في حاجات كثيرة جداً ممكن تلاقيه في السالمون في البروكلي وفي الحبوب ممكن في البيض الجزر أيوة الجزر من المنتجات الغنية جداً بفيتامين إيه وهو دائماً أي حاجة لها ألوان جميلة في الخضروات دائماً بتحتوي على مركب اسمه البيتا كاروتين واللي بيستخدمه الجسم بعد كده عشان يحوله إلى فيتامين ألف القطعمة اللي موجود فيها السالمون البروكلي الحبوب المدعمة اللي ممكن تستخدم دائماً في وقبة الإفطار البيض والجزر زي ما قلنا ضف إلى ذلك البطاطا الحلوة السبانخ الفلفل الأحمر المانجو البطيخ وزيت نسموه كبد السمك أو بنسميها حبة زيت السمك مشهورة الأطعمة دي تناولها بانتظام طبعاً وباستمرار تعزز جهاز المناعة ويقويه وكذلك يساعد على تقوية البصر ويساعد على التقليل من قفاف العين ويساعد على نمو الأطفال بشكل كبير حافظ على المنتجات أو المأكلات دي وعزز وجودها في البيت وعود أبنائك عليها ودخلها في الصلطة ودخلها في أكلك بشكل عام وده لدور كبير جداً زي ما قلنا في تقوية جهاز المناعة وتقوية الإبصار وزيادة النمو ده الفيديو بتاع النهاردة أتمنى يا رب يكون أفادكم ألا لك